السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي غادي نشوفو فيه واحد الملاقية ملاقية كتجي في القفطان وكذلك في الجلابة ممكن انكم تديروها من الفوق حتى التحت كتجي افضل ولو بغيتوا تديروها نصف طوق فكذلك ممكن انكم تستعملوها نصف طوق باش نقدرو نخدمو هاد الملاقية هادي اول حاجة غادي نحتاجها وهي هاد ضفايرة اللي سبق لي ودرتها في احد الفيديو سابق نحاول نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف واحتف اول تعليق المهم غادي ناخدو خيط حرير بروم على ثلاثة ديال الشعرات المهم انا كنفضل نخدم بثلاثة ديال الشعرات اللي بغيت تخدم بعدد اقل او اكتر فحسب الرغبة ديالها انا اول حاجة غادي نديروها غادي نخدمو هادوك المربعات صغار اللي كيكونوا يعني احيانا كنستعملوهم في الملاقية كلاقيو بهم يعني غير بوحدهم وبعد مرات كنديروهم كتعويض للراندة ديال اللواية اللي كتكون في الجانب ديال القوزة فهاد المربعات هم مزوينين وساهلين تقدرو تستعملوهم يعني في الجناب ديال القوزة او اي خدمة انتم اخدمتوها اما الان فغادي نوريكم موحة طريقة مختلفة اللي غادي نخدموه في هاد مربعات وكذلك نخدموه في هاللواية وغادي شوفوا معايا الشكل ديالها في النهاية الفيديو فالشكل ديالها رائع جدا ومتناسق يعني مع العمل فهاد الخدمة هادية نقدرو نخدموها كتعويض للراندة ديال القوزة العادية او الجاكار المهم نبدلو يعني الشكل الاعتيادي ديال الراندة اللي تعودنا ان احنا نخدموه فنجمعوما بين هاد جوج ديال الراندات ونديرو بيهم راندة وحدة او لملاقية وحدة لاحظوا معايا هنا خدمت ربعة ديال الغرز وغادي نزيد هنا هادية الغرزة الرابعة انكملها باش نقدر انني نوصل للغرزة الخامسة انا بغيت هنا خمسة ديال الغرزات فلاحظوا معايا جيدا غدي نرجع نضرب هاد الغرزة هادية اللي عندي فالرأس واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة لاحظوا معايا عندي خمسة ديال الغرزات فغادي ناخد هاد الضفيرة هادي هاد الضفرة بطبيعة الحانت وما غا تكونوا خدمتوها سابقا فساهلة وبسيطة بزاف يعني غير كنت تاخذي ثلاثة ديال الخيوطة كل خيط كيكون بروم الى ثلاثة او ربعة ديال الشعرات وقد ضفريهم الضفيرة ديالك عادية سافي ومن بعد كن نخدموا بيهم بهالطريقة هادي اللي كتشوفوا معايا الان فهنا نحاول اني نتبت هاد الغرزة ديالي في الضفرة وغا نرجع الاملاقية نتبتها بعدها لاحظوا معايا مزيان ناخد فنيتا ونحاول اني نتبتها مزيان فالشحال ما تبتتها مزيان غا تعاونك في الخدمة المهم انا نرجع نخدم لاحظوا معايا جيدا فهنا غادي نرجع نهبط موسيقى هنا يراني اوقع لي اوحد الغالاط كان خاص اني نخدم في الخدمة هذه اللولة عاد نرجع للضفرة لا يوجد ثلاثة 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 فالمهم هذا الخدمة هذه من دروس اللولة التي نتعلمها في الراندة تبتت تلاثة عادي جدا لأنك تضربتها في الدفرة فقط تضربتها في الدفرة يعني الدربة اللولة تكون في الدفرة ومن بعد ترجع للضفرة وتكمل الخدمة المهم هنا عندي خمسة الغرزات وكان هبطت غير ثلاثة لاحظوا معايا جيدا هبطت هنا بالثلاثة الغرزات والآن هذه العملية المهمة سوف نمشي مباشرة للتوب وحاولوا أن المسافة لا تكون بعيدة ولا تكون قريبة وهذه المسافة التي تجعلها الخيط سوف تهز لكم ثلاثة الغرزات هنا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة المهم هنا ضروري كنخدمو ثلاثة الغرزات والغرزة الرابعة كنخدموها هنا في هذا المكان هذا هذه الغرزة الثالثة التي كنا خدمناها فش كنا خدمنا خمسة الغرزات هذه الثالثة فهناك نرجع في هذه الغرزة هذه واحد هنا اثنان ثلاثة وغنمشي للغرزة الثالثة والغرزة الرابعة هنا هد المعين اللي كنخدم فيه الان فضروري كنديرو فيه ربعه ديال الغرزات احنا الان ده برا بدينا في المعين يعني ما بقيش غنضرف التوب لاحظوا معايا ما نرجعش في التوب غنرجع مباشرة في الخدمة التوب ما غادي يعني سافي ما غنش نخدمو فيه غنمشي لنكمل هد معين ديالي هنا واحد اثنان ثلاثة وهناي اربعة عندي اربعة ديال الغرزات كما قلت لكم في هديك الطول يعني كيكونوا خمسة وهنا في المعينة اربعة اربعة يعني كافيين باشي احتونا معين صغير ووزوين لاحظوا معايا خدمت الغرزة الليولى والتانية والان الثالثة نحاول 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 الخيط ونكمل اه ودبان خدمو الغرزة الارابعة الرابعة اللي هي الاخيرة طبيعة الحال ديال نرجيع في الغرزة الاولى والثانية والثالثة حيث هذا الخيط هذا التوب لاحظوا معي هنا راني ضربت السبعي بالبرق فهذا راه يعني مهم ضربت السبعي فهذه هما النتائج ديال الراندة كتخدمي فكت ما كتنتابهيش يعني الخدمة مزيان وكتجي بيها يعني في سبعك هادشي علاش انا كنفضل نخدم بالليقات يعني ما اللي كنخدم بيهم كنجنب هاد المشكيل هادا كيحافظو لك على ليدك يعني الابرة الدقة كتجي في الليقة وما كتتوصل فلك لليدك اما بلا ليقات صراحة السبع كيولي حالته يعني كل مرة كتجي في شي دقة فكيولي حالته حالة المهم دا بكملنا هاد المعين ديالنا ولاحظو معايا الحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة هاد الرابعة هادية اللي كتكون مازال ما كاملاش فالرجعة فاشك الرجعة وعادة كتكمل المهم الحساب راني حسبت من هادك الغرزة اللي في التوب يعني كتبدي من هاك تحسبي ربعة ولا لاحظو معايا المعين احنا خدمناه اساسا على ربعة ديالغرزات فمن الطبيعي يعني انه يكون ربعة في طول وربعة في العرض يعني إلا زدنا خدمنا كتر ما غاديش يبقى المعين متساوي الأضلاع المهم هاد الشي علاش ضروري خدمتي يعني في الطول وربعة ستخدمي كذلك في العرض ربعة واللي بغاية زيد تكبر فتقدر انها تخدم خمسة وتدير خمسة في الطول وخمسة في العرض المهم ربعة مزيانة يعني اغلبية كي خدموا بربعة هنا هبط بربعة الغريزات وكما قد لكم ده براي الله كملنا ديالغرزة الرابعة اللي كانت عدنا في اللي وريتكم في الاخر وغتجي مباشرة تلتوب ولكن حاولي ان المسافة تكون متوازية مع هاد المعين هذا وخلي هنا وحد القيمة ديالجوج ديالغرزات فقط يعني غير جوجة الغرزات هنا اللي غادي نخدموه الآن غا رجعو نخدموه هاد مستاطيل نحن نديرو له مستاطيل مع مع معين فكما قد لكم جوج ديالغرزات والآن كترجع لهذاك المعين واتاخذي الغرزة اللخرى اللي هي غا تعطيك 3 وتمشي مباشرة لدفايرة ديالج هنا اللي كنتو خدامين في مثلا خدمتو القوزة في الوسط وبغيتو تديرو له هاد المعينات في الجناب فكتخليو ديالجوج ديالغرزات وتمشيو الغرزة الثالثة هنا كذلك تقدرو تخليو جوج ديالغرزات وتمشيو الثالثة يعني حتى هي غتكون متوازنة موهما صراحة محسبتش يعني ماشي غادي نقول لكم أنا دا بكتك نحسب محسبت موالو غير مشيت عيني ميزاني ولكن اللي بغيت تحسب تخليجو جوج ديالغرزات وتمشيو الثالثة أما التوب فارا ما عندك متحسبي يعني غير عينك ميزانك فهنا لاحظوا معايا هبطت بالثلاثة ديالغرزات وغانمشي الغرزة الرابعة فنحاول نسرع قليلا هاد الفيديو هادا أنا مكن بغيش يعني نزرب بزاف وخال الفيديو جا طويل ولكن كيكونوا يعني سيدات مبتدئات فكنحاول أنني نمشي معاهم يعني نمشيو غير بشوية والآن مالكتولي غير إعادة ديالالخدمة وليما بغيتش الزربة فتقدر ترجع الفيديو من البداية لأننا دابا كنديروا غير في الإعادة ديالالخدمة اللي بدينا بها وصافية يعني لاحظتوا معايا هنا راني خدم جوج ديالالضربات في الضفايرة ماشي بحال في البداية كنت أغلطت خدمت ثلاثة مهم هنا يخدمت غير جوج وهو خسك تخدمي غير جوج لاحظوا معايا من بعد ما كملت ثلاثة الغرزات في هذا المستطيل كنرجع مباشرة نخدم في التوب ودائما كما قلت لكم كنخلي وحد المسافة ديالثلاثة الغرزات لاحظوا معايا الآن أنا غادي نخدم ثلاثة ديالغرزات علشان قلت لكم ضروري هاد مسافة من اللي نخدم القراسي يعني يعني تخرج هاد الثلاثة الغرزات ضروريين والرابعة كنت جينا في هادك المستطيل لاحظوا معايا إذا بكملنا الغرزة الرابعة وغادي نرجع يعني ده بك نبقى وغاديين جايين حتى نكملوا ذوك ربعات الغرزات ويتكون عندنا هاد المعين بالنسبة للتزيين ديال هاد المعينات هادو سواء في هاد الخدمة سواء في أي خدمة خدمتوها تقدروا إما أنكم تزينوا مثلا ديروا واحد العقيقة في الوسط كي يكونوا أفضل تقدروا كذلك تديروا البريد يعني واحد يعني شي شكل يكون بسايد ديال البريد وديروا تماية ولا الطرز عادي يعني جدا ديروا واحد مثلا هذا معين ديروا في الوسط دياله معين آخر يكون صغير مطروز المهم كل وحده تدير الحاجة اللي بنت لها مزيانة أفضل من أنكم تخليوه فارغ يعني ما فيه ولو هنا لاحظوا معي أربعة ديال الغرزات كما قلت لكم مرة في الرجعة كنكملوا هذه الغرزة الرابعة هنا جيت لهاد الضفايرة الثالثة وغادي نجمع الخدمة ديالي والآن نرجع نهبط هنا واحد لاحظوا معي نكملوا اثنان هنا الغرزة الثالثة والرابعة اللي هي طبيعة الحال الأخيرة فهدي الغرزة اللي كتعتك الرابعة على الطول والرابعة على العرض ربعة في الطول وربعة في العرض كتخدميها من اللي كتخدمي هاد الغرزة هادي كتكمل فلاحظوا معي كنجي مباشرة فوق التوب وكنحاول نخلي وحد المسافة ديال جوجة الغرزات لاحظوا في الأول كنخلي ومسافة ديال جوجة الغرزات باش نكمل معاكم هاد الخضيمة هادي كما قدتليكم راه سهلة عفون سهلة وبسيطة بزيف فاللي عجباتها الخدمة ما تنساش انها تدعمنا بالضغط على زر الاعجاب ومشاركة الفيديو ومتنسوش الانضمام لي الموقع ديالي على الانستغرام وشكرا على المتابعة